السلام عليكم بي سنة ستة ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس البيئة الخصاص الطبيعية للبيئة الساحلية يعني ايه بيئة ساحلية؟ هي عبارة عن شريط سهلي بيئة تسع او بيديق حسب اقتراب الجبل او الهضبة من البحر يعني الارض الرملية الشاطئ يعني الراملي اللي بنمشي عليه لحد البحر ده بنسميه البيئة الساحلية او الشريط السهلي بنقسم البيئة الساحلية عندنا الجزئين سواحل البحر الاحمر وسواحل البحر المتوسط طيب تعالوا نبدأ كده مع بعض ونقسم البيئة الساحلية على البحر المتوسط بتمتد من اللي فين؟ بتمتد على ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح في الشرق الى مدينة السلوم في الغرب بس الجزء ده كبير جدا او المنطقة ده كبيرة جدا من السهول فعشان كده قسمناها لتلت اقسام الساحل الشمالي للجزيرة سيناء وساحل الدلتة والساحل الشمالي الغربي بصوا كده معايا على الخريطة من اول هنا مدينة السلوم مكان ما انا وقفة كده الى مدينة الاسكندرية جزئية دي كده بنسميها الساحل الشمالي الغربي طيب من مدينة الاسكندرية الى برسعيد ده بنسميه ساحل الدلتة من برسعيد الى رفح ده بنسميه الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء يبقى هي دي التلت مناطق عندنا اللي على البحر المتوسط طيب اشهر المدن اسكندرية، عريش، مرسى مطروح، برسعيد، السلوم دي اشهر المدن اللي على البحر المتوسط طيب لما نيجي نتكلم عن البحر الاحمر بقى بحر الاحمر بيتميز بيمتد الاول من مدينة طابة في الشمال من هنا كده لحد مدينة حلايب في الجنوب عند حدودنا مع السودان يبقى من طابة شمالا الى حلايب جنوبا بس برضو القسم ده كله كبير فارجعنا قسمناه تاني لجزئيتين قسمناه لجزء من مدينة جزء موجود عندنا من اول مدينة طابة الى مدينة من اول هنا كده معنا هنا كده مكانها دي مدينة طابة للجزء التاني اللي موجود عندنا وهو عند اشتركوا في القناة شكرا